أهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق الصف الثالث النهاردة عندنا حلقة في مادة التخطيط مراجعة عامة لمادة التخطيط للصف الثالث إن شاء الله تكون مراجعة مفيدة إحنا هنراجع النهاردة الجزء الخاص بالجدول المسطحات وجدول التسميني وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هنستكمل مراجعتنا في الجزء النظري الخاص بالإعداد للمشروعات وما يتعلق بها فإن شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون بتدور حول جدول المسطحات والجدول التسميني طبعا أنتم المفترض أنتم بتاخدوا مادة التخطيط من الصف الثاني ولكن إحنا النهاردة هنعتبر أننا كأننا بنحل التخطيط للمرة الأولى هتكلم معكم في كل الأساسيات كأننا أول مرة بناخدها لأن إحنا محتاجين لما ندخل الامتحان نكون هديين نحل كل اللي نقدر عليه وكل اللي نعرفه عندي ملحوظة كده في مادة التخطيط بالنسبة لأولادي الجمال بتوع الزخرفة أن بعض الطلبة بيخافوا شوية بيخافوا شوية من مادة التخطيط فبيبتدوا يركزوا شوية على الجزء اللي هم مش عارفينه بدل ما يبقى التركيز الأكتر على الجزء اللي هم عارفينه أنا عايزاك لما تيجي تمسك ورقة الامتحان يكون كل تركيزك أن أنا هحل اللي أنا شايفه هحل اللي أنا عارفه واللي أنا معرفوش ده ممكن في الآخر أقدر أن أنا أستنتجه من الجزء اللي أنا حليته مفيش مؤايسة في الدنيا مفيهاش حاجة تتحل مفيش مؤايسة صعبة لأن المؤايسة في الآخر لو أنا فككتها هي عبارة عن مجموعة من الأشكال اللي أنا بدرسها جدول التسميني يمكن هو مش صعب ولكن محتاج تركيز لأن زي ما أنتوا عارفين طبعا أن الغلطة في الجدول التسميني بيترتب عليها مجموعة من الأخطاء وبالتالي بتخلي نواتج الجدول بتاعتي كلها مش مظبوطة جدول التسميني سهل ولكنه سهل إيه؟ ممتنع سهل يحتاج مني إلى القدر الكبير من التركيز عشان نستثمر حلقتنا على قد ونقدر فيه عملية شرح التخطيط إحنا هناخد مؤايسة متكملة هنحلها لأول جدول المسطحات الخاص بحل المساحات أو إيجاد المساحات المطلوبة بعد كده هنحل الجدول التسميني وطبعا هو بيديك مساحة سبتة للجدول التسميني لأنه وارد أن كل واحد فينا يطلع في جدول المسطحات ناتج مختلف ممكن حد يغلط ممكن حد يحل صح لكن في النهاية أنا بشتغل على مساحة مفترضة المساحة دي بيديهاني في رأس المؤايسة أو في موضوع المؤايسة خلينا بقى نشوف مع بعض المؤايسة بتاعتنا اللي احنا هنحلها النهاردة أنا عندي طبعا زي ما قلنا دي مراجع عامة مؤايسة رقم واحد اللي احنا هنشتغل فيها هي مؤايسة سهلة ولكن فيها بس فكرة بسيطة صغيرة المؤايسة بتقول إيه؟ بوابة زخرفية من المباني هل أنا كطالب لما هجحل هيفرق معي نوع الخامة المصنوع منها المؤايسة أو الحاجة المشغولة اللي أنا هحلها يعني ده مش بيفرق معي إلا في حالة واحدة إذا كانت فيها مصطلح زخرفي مختلف يعني فيها باب حديد فيها باب محل لكن بما إنها وحدة عادية فمش هيبقى عندي فيها مشكلة ده الشكل بتاعي بتاع البوابة الزخرفية يعني البوابة اللي واخدها شكل زخرفي مش الشكل التقليدي للبوابة ده المنظور المنظور يعني كيف ترى من التلات الابتجاهات طبعا اللي احنا شايفينه باللون الأغمق شوية ده السمك طبعا أنا ما بحلش من المنظور المنظور ده لو الدهوني في الامتحان بيدهوني استدلالي استدلالي يعني بيساعدني على فهم المؤايسة بالسلوك ده هتلاقي المؤايسة عبارة عن إيه وش وضهر وسمك وفيه عندي عمودين متسبتين على البوابة طيب ده الجزء اللي هستدلي بيه المنظور لكن أنا محتاجة طبعا إيه الشكل بتاع المؤايسة هو اللي هشتغل عليه ما باشتغلش على المنظور المطلوب أولا كشف حصر المسطحات اللازمة لإيجاد مساحة عدد واحد بوابة العدد عندي زي ما قلنا المؤايسات سهلة بسيطة ولكن محتاجة مني حاجتين تركيز وحفظ قوانين سواء بالنسبة لجدول المسطحات أو للجدول التسميني أول حاجة هنا تركيز يلزمني إيه هو طالب عدد كام؟ واحد واحد منين؟ من الأمام والخلف مطلوب مني من الجهتين يعني من الأمام والخلف وإيجاد السمك الخارجي وسمك الفراغ اللي هو سمك الداخلي أو سمك الفتحات وكذلك مساحة الأعمدة طيب أنا هنا دلوقتي ليه عدد واحد لأن كده كل حاجة هيبقى فيه منها في الوش وفيه منها في الظهر لكن لو قال لي مثلا عايز أربع وحدات يبقى في الحالة دي لو أنا عندي مستطيل في الوش ومستطيل في الظهر يبقى اتنين فأربع وحدات يبقى حط في العدد كام؟ تمانية برافو عليكم طيب تاني حاجة مطلوب ثانيا عمل كشف حصر التكاليف أو الكشف التسميني لحساب التكلفة النهائية لديهان البوابة بدهان القوارتز لازم يحدد لي نوع الدهان لمساحة مفترضة قدرها 300 متر مربع يبقى المساحة اللي هشتغل عليها جدوال التسميني مساحة 300 متر مربع مع اللي استعانى بالقاتي كل ده موجود في ورقة الأسئلة في رأس المؤيسة اللي احنا بنقرأ ده اللي انت شايفه ده قدامك دي ورقة الأسئلة فيها أسعار الخمات ايه الخمات؟ بلاستيك، كوارتز، بوليش بلاستيك 30 جنيل، كوارتز 20، البوليش 15 والماء يحمل على العملية يعني المية ملهاش تكلفة مش هشتريها وده هيفرق معي في الجدول التسميني نسبة الضميمة أو الأرباح والنسريات المكسب بتاع اللي بيعمل المؤيسة 30% من التكلفة وطبعاً نسبة يعني بتتغير بتغير المبلغ لو 100 جنيه هاخد 30 لو 1000 جنيه هاخد 300 هل 30% نسريات دي سبتة؟ لا طبعاً دي بتتغير حسب المؤيسة اللي هو جايبها لي في الامتحان ممكن يقول لي 20، 35، 40 زي ما هو بيديهاني في رأس المؤيسة دي بتشمل نسبة الخامات المهضرة واستهلاك العدة والمصاريف الإدارية دي اللي هي النسريات تالت حاجة عندي أجر فريق العمل هو بالدهوني العامل والمساعد أو لو عامل واحد أو أياً كان في اليوم الواحد 300 جنيه أجر فريق العمل 300 جنيه عن اليوم الواحد لو اشتغلوا يوم ياخدوا 300 جنيه لو اشتغلوا خمس أيام هضرب 300 في خمسة في عندي أعمال أخرى زخرفة الأعمدة بعد الدهان أنا ليه حطالك خط تحت كلمة بعد الدهان عشان أنا هحسبها في المساحة المطلوبة في الدهان مش هتتعمل تنزيلات هي هتتزخرف بعد الدهان إذن مساحتها الجانبية محسوبة معايا في إضافات جدول المسطحات بتكلفة 300 جنيه للعمود الواحد يبقى المؤيسة لو فيها عمود واحد يبقى 300 جنيه طب المؤيسة فيها كام فيها عمودين حد يقول لي وشه وظهر يا ميس آه تعالى بقى احنا لسه بنقول التركيز وشه وظهر ازاي العمود هو عمود واحد مساحته بتشمل جميع جهاته لأنه مجسم المجسم ملوش وشه وظهر المجسم له مساحة جانبية واحدة تشمل جميع جوانبه نقول تاني الأعمدة أو أي نوع من المجسمات بيجيني في المؤيسة بيبقى له مساحة جانبية واحدة تشمل جميع الجهات طيب وفوقه تحت ده اسمه ايه القواعد يبقى المجسمات لها مساحة جانبية وقواعد لكن المسطحات ليها وش وظهر وصمك طيب مع اللي استعانى بجدول المعدلات الاتية كل ده في وراءة الأسئلة جدول المعدلات اللي بيقول لي ايه بص الجدول ده اللي هو مدهوني مديني لترقيم الخطوات وايه هي الخطوات وايه الوحدة في حاجة بالكيلو في حاجة بالفرخ في حاجة بالوحدة طبعا المؤيسة عندي هنا كلها بالايه بالكيلو النسب اللازمة لتكوين كيلو واحد النسب دي اللي هي النسب اللي موجودة في مدهة العمليات اللي بتديني دهان وظبوط وحط قد ايه من الخامة دي وقد ايه من الخامة دي متوسط فرد الكيلو يعني الكيلو يغطي كام متر معدل انتاج فريق العمل طب ليه معدل انتاج فريق العمل مختلف لان انا عندي دهان خفيف اقدر ادهن منه 100 متر في اليوم وعندي دهان تقيل يا دوبك وانا بشتغل فيه بيحتاج مني وقت بدهن 10 امطار في اليوم يبقى لو عندي مساحة 100 متر بالدهان الخفيف هتاخد فيها قد ايه يوم واحد طب والدهان اللي بيحتاج مهارة اعلى ووقت اكتر هدهن الميت متر في 10 ايام يبقى قدرة العامل او معدل انتاج فريق العمل بتفرق معايا لان كل خطوة بتاخد عدد ايام غير التانية نبتدي بقى نحل المؤيسة اول حاجة هنبتدي بحل جدول المساحات او كشف حصر المسطحات طبعا عشان تعرف تحل لازم تكون حافظ ازاي ترسم الجدولين قلنا المنظور انا بستدلي بيه بفهم منه ولكن انا هحل من شكل المؤيسة اللي قدامي شايفين المؤيسة بتاعتنا هي دي المؤيسة اللي احنا موجودة عندي في ورائة الامتحان طيب خلينا نرجع للكلمة اللي احنا كنا دايما نقولها طول السنة احنا النهاردة بنراجع المفروض ان احنا نكون فاكرين كل كلمة ذكرناها خدناها كمان السنة اللي فاتت والسنة دي مش السنة دي بس احنا اتفقنا الف به مؤيسات او تخطيط ان انا اعرف اقرأ المؤيسة اقرأها هي المؤيسة حروف اه المؤيسة حروف المؤيسة حروف يعني مجموعة اشكال أقدر أغير فيها زي ما أنا عايز فتديني مؤيسات مختلفة طب المؤيسة اللي قدامي دي أقرها إزاي أي مؤيسة مسقطها الأفقي أو الجانبي اللي هو شكلها من فوق أو من الجانب أو من تحت يعني القاعدة بتاعتها عبارة عن شريط فهي مؤيسة مسطحات تتحل وش وظهر وسمك أقسم وحل وش وظهر وسمك إذا كان السمك مطلوب طيب إذا كان الشكل قاعدته مش شريط قاعدته مربع قاعدته دايرة قاعدته سداسي يبقى ده مجسم يبقى مسقطه الأفقي شكل يبقى مجسم مسقطه الأفقي شريط يبقى مسطح المسطح يتحل إزاي وش وظهر وسمك طب والمجسم مساحة جانبية تشمل جميع جوانبه يبقى المجسم لو ليه تمن أوجه هو ليه مساحة جانبية واحدة مش تمن مساحات جانبية مساحة جانبية بتلف المجسم من جميع الأوجه أو جميع الجهات اللي هي ممكن تساوي مساحة وجه في عدد الأوجه لكن الأسهل علي أن أنا أجيبها مساحة جميع الأوجه في مساحة جانبية طيب هنا عندي الأعمدة قاعدتها مربعة أصبحت الأعمدة مجسم وبقيت المؤيسة مسطح هو ينفع أن أنا أجيب مؤيسة فيها مسج بين المسطح والمجسم طبعاً ما فيش أي مشكلة وفي الغالب الغالب الأقصر حدوثاً أن مؤيسة الامتحان بتكون مزيج بين المسطحات والمجسمات يبقى الجزء اللي هنزل لقي قاعدته في المسقط الأفق شريط هحل وش وظهر وصمك الجزء اللي هنزل لقي قاعدته شكل من الأشكال الهندسية غير الشريط هحل ومساحة جانبية وقواعد وطبعاً عشان أحل ده يلزمني إيه بص كده عندي أنا عندي مسطحات كتير جداً ولكن أنبه تاني شايفيني الصفحة اللي قدامكم على الشاشة دي مهمة جداً 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 لا تخلو مؤيسة مش ممكن تجيني مؤيسة في الامتحان مفهاش على الأقل 3 أشكال من الأشكال اللي قدامك في الصفحة دي يعني الصفحة دي أساسية في حل القدر الأكبر والأعظم من جدول المسطحات لازم نكون حفظينها الصفحة دي لازم تتحفظ مساحة المستطيل الطول في العرض مساحة الدائرة طه نق تربيع طه طبعاً سبتة 13 من 100 أو 22 على 7 ولكن بما أننا بنشتغل بالآلة هناخد الرقم العشري 13 من 100 شبه منحرف القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى على 2 في الارتفاع المساحة بتاعة المسلس القاعدة في الارتفاع على 2 أو نصف القاعدة في الارتفاع المربع المساحة بتساوي ضد تربيع طول الضلع في نفسه أي مضلع منتظم ضد تربيع في العدد السابت اللي المفروض تكون حفظه ويمكن أكتر مضلع بيجيني هو السداسي عدده السابت 2.6 من 10 قوانين دي مش بس مهم عشان أحل المؤيسات أنا كمان لو حفظت القوانين وكتبت القانون في الجدول بياخد على أي درجة يبقى حفظ الصفحة دي مهم 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 الجزء الثاني سمك الأجزاء اللي موجودة في المؤيسة والسمك لا يخرج عن احتمالين يعني يا ميز دا أنا عندي في المؤيسة 50 سمك عندي 50 جزء ليهم سمك 50 الجزء اللي ليهم سمك دول ما بيخرجوش عن نوعين 2 من السمك سمك الأجزاء المستقيمة وده بيساوي مجموع الأطوال في السمك بجمع أجمع أجمع كل الأطوال اللي هتدهن كما لو إني ماسك بكرة بكرة ورق كده عرضها هو السمك بلف بيها على السمك ألف ألف كده على السمك أجمع 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 وفي الآخر لما فردها كأنها مستطيل طويل طوله هو مجموع الأطوال اللي جمعتها وعرضها هو السمك يبقى سمك الأجزاء المستقيمة هو مجموع الأطوال في السمك طب إيه النوع الثاني من السمك؟ سمك الدائرة سمك الأجزاء الدائرية سمك الدائرة الكاملة استوانة كاملة السمك ما فيهوش وش وضهر السمك هو حاجة واحدة بتجمع الأمام والخلف مع بعض يعني ما فيش عندي حاجة اسمها وش وضهر في السمك يعني لو عندي مستطيل في الوش مستطيل وفي الظهر مستطيل يبقى ليه وش وضهر اتنين لكن ليه كم سمك؟ سمك واحد فقط نفس الحكاية بالنسبة للدائرة الدائرة الكاملة سمكها استوانة كاملة طه قاف عين طه 3 و 14 من 100 قاف قطر الدائرة عين هنا هو السمك عين هي السمك أو الارتفاع يعني النهاردة لو جاي لي نص دائرة نقول تاني عشان حتة السمك دي أغلبكم بيطلغبط فيها انت النهاردة عندك علبة زي علبة الكابريت علبة الكابريت لها وش ولها ظهر لكن تعالى كده لف عليها من بكرة السلطب لما هتلف بكرة السلطب على جوانب علبة الكابريت وتفردها هتلاقيها عبارة عن شريت شريت ده طوله مجموع الأطوال بتاعة علبة الكابريت وعرضه هو سمك علبة الكابريت طب ده السمك المستقيم تعالى نمسك بقى حاجة مدورة زي غطى الإزازة شايف عارف غطى الإزازة؟ غطى الإزازة فيه دائرة من فوق ودائرة من تحت يبقى أنا عندي الوش والدهر إيه؟ دائرتين تعالى نشوف الجانب بتاعه مساحة جانبية لستوانة طب تعالى نتخيل مع بعض إن أنا أسمت أسمت الغطى الإزازة ده نصين تعالى نمسكوا كده بقى الجنب استوانة كاملة؟ لأ بقى نص استوانة رغم إنه هو نص دائرة في الوش ونص دائرة في الظهر يبقى أنا عندي دايرة كاملة في المساحة في الوش والظهر ولكن في الصمكة هيبقى عندي ايه في الصمكة هيبقى عندي نصف استوانة فقط يبقى الصمك ما فيهوش وش وظهر نرجع بقى نكمل يبقى أنا عندي كده اتكلمت عن الصمك ايه الجزئية التالتة اللي أنا محتاجاها هنا أنا هنا بجيب عارف لما تيجي تشتغل مش بتجيب العدة بتاعتك انت كمان هنا لما تيجي تحل المؤيسة هي دي العدة اللي انت محتاجها عشان تحل المؤيسة القوانين وبعد منهم الجدول القوانين عندي عشان الاعمدة مجسم لان قاعدتها شكل هنا لقيت الشكل القاعدة مربع طيب القاعدة مربع ومسقطها الرأسي مستطيل دي بتصنف منشور رباعي طب هل أنا الاسم دا يهمني طبعا الاسم مهم ولكن الاهم ان انا عرف ان اي شكل قاعدته مسقطه الرأسي مستطيل وقاعدته اي شكل مساحته الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع يبقى العمود الواحد له مساحة جانبية واحدة هي عبارة عن محيط القاعدة المربعة القاعدة اللي بتظهر فين في المسقط الأفقي في ايه في الارتفاع اللي بيظهر في المسقط الرأسي خلونا نبتدي انا مسكت ورقة الاسئلة معايا قلم بلون مختلف اقسم به يفضل هبتدي اقسم المؤيسة بتاعتي لمجموعة اشكال هل ده في التصحيح ليه اي تأثير على درقتي لا بالعكس ده هيسهل عليك انت لو كتبت للمصحح الف وبيه وجيم وكتبت الاشكال صح هتاخد درقتك كاملة التنظيم يفيدك ما يضركش هقسم هلاقي عندي فوق الف دائرة مسمى دائرة وبعدين نشوف العدد براحتنا الشكل به كله من الخط الأحمر اللي فوق لحد الخط الأحمر اللي تحت انا خدت المساحة الإجمالية كلها شبه منحرف الشكل جيم انا مخدتوش كله انا خدت المستطيل اللي في اليمين والمستطيل اللي في الشمال اسمهم ايه مستطيل جيم عندي كمان فراغ اللي هو المستطيل دال اللي واقع جوه شبه المنحرف به عندي الشكل عين اللي هو الاعمدة اللي لما انزل تحت اوصلها الاقي قعدتها مربعة بعد ما اقسم ابتدي احل الخطوة الاولى الف شكلك ايه الف شكلي دائرة طيب تعالي نشوف الدائرة هبتدي اشوف المقساد نفسي هلاقيه مديني قطر الدائرة قطر الدائرة هو قانون الدائرة بيقول ايه طه نق نق يعني نصف القطر طب ايه ده ايه ده ده مش مديني نص القطر ما هو مديني القطر يبقى انا اقدر اجيب ايه نصه القطر كله تلاتة يبقى نصف القطر كام واحد ونص يبقى الدائرة هبتدي طبعا انا رسمت الجدول بتاعي عشان انا طبعا خلاص انا في الدبلوم انا متمرسة على الجدول ده لان انا برسمه من السنة اللي فاتت بند بيان عدد المسطحات اللي هي الطول والعرض والارتفاع اضافة تنزيل كمية ملاحظات هبتدي اقول الاضافات الاول ميم تربيع دائرة الف اتنقل من خانة البيان على خانة الملاحظات احط القانون الدايرة مساحتها ايه طه نق تربيع اشيل القانون وارجع لخانة المسطحات احط بدل الرموز ارقام اشيل طه وحط تلاتة واربعتاشر من مية نق تربيع بنصف القطر في نفسه اضرب واحد ونص في واحد ونص العدد عندي كان واحد لان ده نص دائرة في الوش ونص دائرة في الضهر يبقى عندي دائرة واحدة طيب الناتج بتاعي بعد ما اضرب الضربية دي في العدد يعني انا هضرب تلاتة واربعتاشر من مية في واحد ونص في واحد ونص في العدد ايا كان الناتج اللي هيطلع قدام احتمال من الاتنين يا الاضافة يا التنزيل ولكن خانة الكمية بستخدمها فقط في نهاية المعيسة الاضافة طبعا هنا ليه اضافة لان الدايرة دي هتدهن الدايرة دي ايه هتدهن يبقى انا عندي تلاتة واربعتاشر من مية في واحد ونص في واحد ونص طلعت سبعة وارقام كتير بعد العلامة انا هنا لان الجدول بشتغل بالسنتيمتر باخد فقط رقمين بعد العلامة بدون تقريب انا مش هقرب الرقم التالت انا هاخد اول رقمين بعد العلامة والباقي مش هلتفت له نهائيا ارجع لمقاي سيتي به عبارة عن شبه منحرف كبير هجمع الارقام اللي فوق هتطلع للقاعدة العلوية الصغرى اتنين زائد اتنين زائد تلاتة يعني سبعة هتطلع للقاعدة السفلية هزود عليها واحد من يمين وواحد من الشمال يعني تسعة هاخد في الجنب الارتفاع نيجي هنا حد يقول لي ايه ده انا لما اجمع الارتفاع ده هلاقيه اربعة وتلاتين من مية وهو حاطت النحية التانية على المائل اربعة واربعين من مية انت هتاخد العمودي ولا المائل لا في السمك السمك بياخد المائل طب وفي الارتفاع بياخد العمودي يبقى في القانون بياخد الارتفاع العمودي ولكن في دهان السمك بياخد الارتفاع المائل يبقى أنا هنا في القانون هاخد العمودي يبقى أبتدي أعوض مساحة شبه منحرف به العدد اتنين واحد في الوش وواحد في الظهر وبعدين أحط من خانة العدد أروح الأول لخانة الملاحظات أحط القانون قافة الصغيرة زائد قافة كبيرة على اتنين في الارتفاع أعوض في المسطحات سبعة زائد تسعة على اتنين في الارتفاع العمودي أربعة وثلاثين من مية والناتج في الإضافة لأنه هيتم دهانه طيب حد يقول لي إيه بقى طب إحنا ليه حطناه كله في الإضافة مع أنه هو جوه فراغ النقطة دي مهمة وأنا عايزة ألفت نظركم لها في الامتحان إحنا مش كلنا بنقسم المسألة بتاعتنا بنفس طريقة التأسيم يعني كل طالب بيبقى ليه طريقة مختلفة ممكن طالب زميل ليك ياخد شبهين المنحرف الصغيرين اللي في الجنبين وياخد فوق منهم المستطيل هل في الحالة دي الطالب اللي هيعمل كده هياخد المستطيل ده اللي في النص الهوى ده تنزيل لأ برافو عليكم لأ لأ ليه لأن أنا أصلاً ما أخدتوش معايا عارفين كده هي كلمة تنزيل أنا لازم أكون حسبته أصلاً عشان أنزله لكن أنا هنا دلوقتي خدت الشبه منحرف كله دخل معايا جواه غصب عني المستطيل دال أنا هدهندال لا ده دال ده هوى فراغ يبقى طالما دخل جوه مساحة الإضافة لازم يتعمل تنزيل يعني مثلاً مثلاً أنا عندي المستطيل اللي بين المستطيلين جيم وجيم مش فيه مستطيل صغير في النص هل ده هعملوا تنزيل؟ الشاطرين بيقولوا لأ برافو عليك مش هعملوا تنزيل ليه؟ لأن أنا ما أخدتوش أصلاً أنا أخدت المستطيل اللي في اليمين والمستطيل اللي في الشمال طب أنا أخدتوه لا ما أخدتوش يبقى ولا هعملوا إضافة ولا هعملوا تنزيل يبقى مش كل فراغ تنزيل الفراغ اللي تنزيل هو ما تم احتسابه داخل الإضافة يبقى لو ما حسبتوش إضافة ما بحسبوش تنزيل هنا بقى بعد كده بكتب زي ما قلنا مساحة المستطيل جيم عبارة عن 1 فاربعة برضو أخدت مقاسه هنا ليه حطيت في العدد أربعة في المستطيل جيم بقى؟ ليه؟ حطيت أربعة لأن أنا عندي مستطيل في اليمين ومستطيل في الشمال لحسب التأسيمة اللي أنا عاملاها طب خلينا نرجع لنقطة مهمة اللي هي أن التأسيمة أنا ملزم بيها نهائياً قسم براحتك المهم تقسم صح وتشتغل إضافاتك صح وتنزيلك صح بص كده أدي جيم في اليمين وجيم في الشمال أدي ارتفاعه واحد أو عرضه واحد وطوله أربعة يبقى أنا عندي واحد فاربعة طيب ليه عملت جيم اليمين مع جيم الشمال؟ لأنهم قد بعض فهحسبهم الاتنين في خطوة واحدة طب هل ينفع كنت أعملهم مع بعض لو هم مش قد بعض؟ لا طبعاً ما ينفعش يبقى أنا عندي واحد في اليمين واحد في الشمال أدي اتنين اتنين في الوش واتنين في الظهر يبقى العدد أربعة فهمنا؟ طيب نيجي للملاحظات هحط القانون المستطيل طول في العرض أجي على العدد أحط أربعة وعوض في القانون واحد فاربعة باربعة فاربعة بتاعت العدد يبقى الناتج ستاشر في الإضافة لأن ده هيدهن أرجع تاني للمؤيسة بتاعتي عملت ألف عملت بيه عملت جيم فاضل عندي دال دال هنا بقى حد يقول لي إيه؟ طب أنا دال هاخدوا لحد العمود؟ ولا قبل العمود؟ ولا بعد العمود؟ لا لما يقابلك جزء مجسم في المؤيسة اعتبر نفسك خلعته شيل العمودين دول كأنهم مش موجودين لما هنحسبهم هنرجع نلزقهم تخيل أن انت العمودين دول شلتهم من المؤيسة خالص المجسم إذا دخل جوه المسطح اعتبره مش موجود ولكن في الآخر هقول لك هو هيبقى موجود في إيه؟ وإيه الحاجة للعلاقة اللي بين الجزء ده والجزء بتاع المؤيسة الأصلية يعني إيه؟ يعني اعتبر العمودين مش موجودين لحد ما نحسبهم هنعمل إيه؟ هناخد المستطيل من أول نقطة فيه لحد آخر نقطة فيه وكأن الأعمدة مش موجودة لما هيئيس الأبعاد دي هلاقي عندي واحد وواحد وتلاتة وعندي الارتفاع هنا تلاتة متر تلاتين مستطيل العدد اتنين اتنين هو ده بس ده فراغ ما هو أنا زي ما هشيله من الوش لازم أشيله من الضهر زي ما أنا حسبته مع الوش وحسبته مع الضهر يبقى لما هعمله تنزيل هعمله تنزيل من الوش ومن الضهر طيب العدد كان اتنين قانون المستطيل طول فيه العرض تلاتة وتلاتين من مية فيه خمسة الناتج هنا فين؟ في التنزيلات لأن ده فراغ داخل جوه المساح خلصنا إضافاتنا وتنزيلاتنا طيب مش نحل الأعمدة لا خلي الأعمدة بعد ما نخلص الجزء المسطح نحل الأول سمك الأجزاء المستقيمة اللي احنا قلنا هو بيساوي مجموع الأطوال في السمك لما أنا بستحضر الورقة دي قدامي وأنا بحل المؤيسة معاك أنت هتستحضرها في مخك وانت بتحل المؤيسة في الامتحان لما ييجي السمك تستحضر وتفتكر قانون السمك اللي احنا عاملينه باللون الأخضر ده هو سمك الأجزاء المستقيمة كل اللي انت هتعمله إنك في الامتحان هتعلم عليه وتبتدي تجمع كل ما يقبلك اجمع 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 لما تقابلني الدايرة نفتكر إن الدايرة خط أحمر أنا عاملها لكم هي بالخط الأحمر خط أحمر لا يمكنني أن أحسبه معايا في السمك المستقيم أموال بعمل إيه؟ بتجاوزه وكمل من بعده في حاجتين عندي ما بتحسبوش في السمك الأجزاء المستقيمة أي جزء دائري لما بقف عنده باعتبره خط أحمر بتخطاه خالص مش بحسبه معايا ولا بحسب قطرها ولك إنها موجودة خالص بعديها بقفز وبكمل من بعد منها والجزء الثاني اللي ما بتحسبش في السمك إذا كانت الوحدة مسبتة على الأرض هل السمك اللي ملاصق للأرض ده بيدهن؟ لا ما بيدهنش طب إحنا بنحسبه إضافة؟ لا بنحسبه تنزيل برضو؟ لا لأننا مش هدهن الأرض عشان عامله تنزيل من الأرض يبقى السمك الملاصق للأرض لا يحتسب وسمك الدوائر بيتحسب لوحده تعال كده امشي بالألم وكل ما يقابلك تجمعه ينفع أعمل السمك الداخلي مع الخارجي طبعاً طالما السمك متساوي وكله مستقيم أعمل اللي بره مع اللي جوه هي مجرد بجمع 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 وبعد كده في النهاية كل عملية الجمع دي بضرب الناتج في السمك الموضح في مسقط الأفقي للمعيسة مديني في المسقط الأفقي للمعيسة السمك 80 من 100 السمك كام 80 من 100 هكتب سمك المستقيم أو سمك الأجزاء المستقيمة عدده برافو لفاكرين واحد إحنا جمعنا بص كام رقم مجموعين مع بعض ولكن هما في الآخر شريط واحد بيساوي مجموع الأطوال في السمك واحد زائد واحد زائد أربعة زائد زائد أفضل أجمع 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 جميع الأرقام جوه القوس ليه جوه القوس؟ لأن أنا مش هضرب في الثمانين إلا بعد ما طلع ناتج الجمع أطلع ناتج الجمع أضربه فيه الثمانين من 100 والناتج اللي يطلع أحطه في خانة الإضافة لأن السمك بيتدهن السمك بيتم دهانه خطوة اللي بعد كده سمك الدائرة سمك الدائرة باستوانة كاملة طه قاف عين طه تلاتة واربعتاشر من 100 قاف القطر كله عين هنا هي السمك وفي حالات تانية بتبقى الارتفاع تعالى كده الدائرة إحنا عاملين سمكها باللون الأحمر أنا عندي الدائرة ديت السمك بتاعها هو نفس السمك 80 من 100 طه تلاتة واربعتاشر من 100 قاف القطر كله عين هي السمك أنا قدامي دائرة كاملة قدامي نص فقط هينفع نحط في العدد نص طبعا السمك على قد اللي قدامك نص دائرة بنص استوانة ربع دائرة بربع استوانة دائرة كاملة باستوانة كاملة سمك الدائرة نص في العدد 50 من 100 أو 5 من 10 الاتنين صح والقانون طه قاف عين تلاتة واربعتاشر من 100 فيه قاف القطر كله قاف هنا باستخدم القطر كله فيه عين وهي السمك وطلع الناتق طبعا لو تلعلي أرقام كتير جدا باخد رقمين فقط بعد العلامة وبحط الناتق بتاعي فيه الإضافة نيجي بقى للأعمدة سهلة وبسيطة مسقطها الرأسي والجانبي مستطيل هي طلعلي في المسقط الرأسي مستطيل طب وفي القاعدة طلعت مربع يبقى هي منشور طيب حتى لو أنا معرفتش إن اسمها منشور رباعي أو خماسي أو سداسي أو أيا كان هعرف إن هي طالما مسقطها الرأسي مستطيل وقاعدتها أي شكل يبقى مساحتها الجانبية بتساوي اللي هي جميع الجوانب والأوجه محيط القاعدة في الارتفاع أجي هنا القاعدة فين؟ أدور فوق ولا أدور تحت؟ طبعا القاعدة أدور عليها في المسقط الأفقي الشريط اللي تحت ده اسمه المسقط الأفقي اللي هي صورة المؤيسة أو مقطع في المؤيسة لما بص عليها من فوق أو قاعدتها من تحت ده اسمه مسقط أفقي والشكل اللي بشوفه من الأمام والخلف هو المسقط الرأسي أبص ألاقي في المسقط الأفقي العمود هلاقي العرض 40 الطول 40 40 فاربعين يبقى القاعدة قاعدة مربعة قاعدة مربعة هجيب محيط القاعدة يعني إيه محيط؟ مجموع أطوال الأضلاع يعني 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 أربع أضلاع بجمعهم واضرب في إيه؟ في الارتفاع ارتفاع مين؟ ارتفاع العمود فقط اللي هو 3 متر 30 الأعمدة عندي كام عمود؟ برافو عليكم هم اتنين لأنه مفيش وش وضغر قانون العمود لأنه مجسم محيط القاعدة في الارتفاع لأنه مجسم مسقطه الرأسي مستطيل نيجي بقى للتعويض 40 فاربعة ياميس مش حضرتك قلت 40 زائد 40 طب ما هي 40 فاربعة؟ هي يعني 40 أربع مرات في 33 من مية سواء عملتها 40 مجموعة أربع مرات أو ضربتها فاربعة طبعا هي هي الناتج هنا فين برضو في الإضافة خلصت المؤيسة كده؟ لا ما خلصتش مين اللي مركز معايا ومصحصح ويقول لي المؤيسة ما خلصتش ليه؟ إحنا لما العمودين ركناهم في الأول وحسبنا مساحتنا مش إحنا حسبنا مساحت السمك كاملة؟ لما جينا دلوقتي رجعنا العمودين وحسبنا العمودين هم العمودين دول مش لازقين قواعدهم في السمك؟ هل الجزء اللي ملتصق ما بين السمك وما بين قاعدة العمود أنا هدهنه؟ أنا هدهنه؟ لا مش هدهنه يبقى المكان قاعدة العمود الملاصق للسمك ده مش هيدهن طب أنا حسب السمك إضافة يبقى لازم الجزء اللي دخل جوه الإضافة ومش هيدهن يتعامل تنزيل يبقى هنزل قواعد الأعمدة مش حضرك قلت الأعمدة اتنين؟ آه ولكن هو ليه قاعدة علوية قاعدة سفلية كل عمود له قاعدتين يبقى آخر خطوة في المؤيسة تنزيل قواعد الأعمدة أربعة اتنين لكل عمود فوق وتحت قانون بتاعها ضاد تربيع لأن القاعدة مربع وقانون المربع ضاد تربيع أربعين من مية فاربعين من مية فاربعة الناتج بتاعي يتحط فين؟ في التنزيلات آخر خطوة في المؤيسة بجمع جميع الإضافات بجمع جميع التنزيلات بطرح التنزيل من الإضافة يعني أنا عندي 132 متر وكسور جزء منهم مش هيدهن الباقي اللي هيدهن 98 متر يبقى ده أول استخدام لخانة الكمية الناتج النهائي للمؤيسة يبقى الكمية ما بتستخدمش إلا في نهاية المؤيسة 98.46 من مية هقربها هنا لمتر صحيح التقريب في نهاية المؤيسة للمتر الصحيح باخد 98 وكسر يبقى أين كان الكسر اللي على يمين الرقم بخليه أقرب متر يبقى 99 متر مربع تقريبا ده الناتج النهائي لمؤيسة المسطحات ننتقل بقى للشقيق بتاع المسطحات وهو كشف حصر التكاليف أو الكشف التسميني كشف التسميني طويل كبير شوية ولكنه سهل إذا حفصت الرسم بتاعه وبياناته وحفصت القوانين لأن كل بيانات الجدول وكل ما يخص الجدول وطريقة حله موجود عندك في ورقة الأسئلة يبقى كل اللي عليك أن انت بس تعرف هتستخدم إيه فين وإزاي إمتى بتجمع وإمتى بتضرب وإمتى بتقسم هي دي بس الحاجة اللي انت محتاج تتعلمها أو محتاج أن انت تتطبقها بقى لأنك خلاص المفروض أتقنتها في السنتين اللي فاته طيب خليني أول حاجة أرسم الجدول وهنا فيه ملحوظة مهمة عايزة أقول هالك إذا كنت متعود طول السنة بترسم الجدول بتاعك في ورقة مربعات أو في كراسة مختلفة أو كذا أو كذا أنا عايزاك قبل الامتحان تتضرب على رسم جدول التسميني في ورقة مسترة زي كراسة الامتحان اللي بتجيلك في الامتحان انت عارف شكلها يبقى أنا هجيب ورقة فلوسكاب مسترة تصطيرة عادية مش مربعات وابتدي أتضرب على تقسيمة الجدول فيها عشان إيه دي تاخد على النوعية دي من التقسيم يبقى هنتضرب بالرسم الجدول على ورق مستر عادي زي الورق بتاع كراسة الامتحان تعالوا نبص للجدول بتاعنا أنا عندي 8 خنات رأسية وعندي في الخنات الأفقية حوالي الأول طبعا أنا عندي فيه خانة خانتين في الجدول مرتبطين بنوع الدهان بيتغيروا بتغير الدهان اللي هو إيه تاني خانة على طول في الأفقي دي حسب عدد خطوات الدهان شايفيني اللي أنا سايبها واسعة شوية دي دي تتقسم أربعة تتقسم خمسة تتقسم ستة حسب عدد خطوات الدهان بعد كده بقى عندي مجموع الخنات اللي تحت دي أنا عندي جملة كل صنف التقريب 8 الوحدة 8 الكمية الأعمال الأخرى أدي خمسة عندي جملة الأجور وعندي الضميمة وجملة التكاليف والضميمة وقيمة البند أدي أربعة يبقى أنا عندي تسع سطور متسويين من تحت وعندي من فوق خانة هتتقسم اتنين واللي في النص ده بسيبه حسب عدد خطوات الدهان إن شاء الله في حلقة قادمة نكون معنا الأدوات وأشرح لكم بطريقة واضحة إزاي ترسموا الجدول في الورقة المسطرة مهما كان عدد خطوات الدهان أو عدد خماته خلينا بقى نبتدي إحنا رسمنا الجدول بتاعنا خانتنا الرأسية مسلسل خطوات الدهان الوحدة الكمية خمات الدهان الأجور منقسم العدد أيام وأجر يومي الجملة منقسمة لقرش وجنيه والمراحزات وطبعا بعد ما نرسم الجدول كل خطوة لها طريقة في الحل وكل ما يلزمني عشان الحل موجود عندي في رأس المؤيسة نمشي بالترتيب أول حاجة خانة المسلسل وخطوات الدهان والوحدة مرة واحدة كده هنحل ثلاث خطوات يا ميس آما أنت مش هتعمل فيهم حاجة ده أنت هتنقلهم يبقى إحنا أول ثلاث خطوات بنحلوهم مرة واحدة بنحلوهم مرة واحدة ليه؟ لأن أنا مش هجيبهم من دماغي ده أنا هنقلهم من الجدول بتاع المعدلات اللي موجود في ورقة الأسئلة أبص كده في الجدول أنا عندي كلمة مسلسل عندي خطوات الدهان عندي الوحدة هعمل فيهم إيه يا ميس؟ هنقلهم شفت السهولة بقى؟ حاجة لطيفة جدا يبقى أنا عندي أول حاجة مسلسل خطوات الدهان الوحدة كيلو 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 هل الوحدة بتتغير؟ آه ممكن يكون فيه صنفرة مثلا بالفرق بعد كده بتواجهني خانة إيه؟ إحنا هنمشي بالترتيب الجدول أنا عندي أول حاجة المسلسل خطوات الدهان الوحدة بعد الوحدة تقبلني الكمية الكمية أول حاجة لها قانون قانون يعني لازم إيه؟ آه شطرين لازم يتحفظ لازم يتحفظ خانة الكمية بتساوي المساحة حسب اللي مدهاني في المؤيسة على متوسط فرد الكيلو اللي فين؟ اللي في المؤيسة إذن الرقمين اللي انت محتاجهم موجودين في ورقة الأسئلة كل اللي عليك أن انت هتقسمهم وتحط الناتج فين في الجدول بتاعك يبقى أنا عندي دلوقتي الكمية بتساوي المساحة على متوسط فرد الكيلو عندي أول خطوة متوسط فرد الكيلو أربعة التانية اتنين التالتة واحد الأخيرة ستة متوسط فرد الكيلو متغير ولكن المساحة سبتة هقسم التلتمية على أربعة تديني خمسة وسبعين على اتنين تديني مئة وخمسين على واحد هتديني تلتمية على الستة هتديني خمسين يبقى النهاردة جبت منين يا ميس خانة الكمية أسمت المساحة اللي موجودة في المؤيسة على متوسط فرد الكيلو اللي موجود في الجدول تقابلني بقى الخطوة اللي بعد كده خمات الدهان هجيبها من عندي؟ لا خالص برضو هجيبها منين؟ من المؤيسة كله كده من المؤيسة؟ آه طبعا شفت بقى الدنيا جميلة إزاي؟ هجيب خانة خمات الدهان من المؤيسة بدون تكرار وبدون نحسب المية برضو لازم أبقى مصح صح يعني أنا النهاردة لما هروح أشتري من عند الراجل كوارتز للخطوة الأولى وكوارتز للخطوة التانية هقوله لو سمحت الديني خمسة كيلو كوارتز للخطوة الأولى وديني خمسة كيلو كوارتز للخطوة التانية آه برافو عليك أنا مش هروح أشتري الخامة بمرتين عشان أنا هستخدمها في الدهان مرتين أنا النهاردة لو هستخدم الخامة في الدهان عشر مرات لما بروح أشتريها من البيع بقوله اسمها مرة إيه؟ واحدة يبقى خانة الدهان ده جدول تكاليف يبقى أنا الخامة هشتريها مرة واحدة يبقى بكتب اسمها مرة واحدة النقطة التانية المية ما بتتحسبش لأن أنا ما بحطهاش بتتحمل مع النسريات بتاعة العملية ما بشتريهاش من المحل دعالوا نشوف كده الخطوة الأولى فيها بلاستيك ومية بقى المية مش هتتحسب يبقى دي معايا بلاستيك الخطوة الثانية فيها كوارتز ومية المية مش هتتحسب بيبقى معايا كوارتز يبقى كده خمتين الخطوة الثالثة فيها كوارتز طب ما أنا قلته قبل كده برافو عليك يبقى أنا ما زلت هم اتنين اللي معايا الخطوة الأخيرة فيها بوليش أوه ده جديد يبقى أنا عندي كده بلاستيك كوارتز بوليش فيه ناس بقى مسحصحة برضو شوية بتقول إيه؟ بتقول إن أنا كده كده هو بيديني أسعار الخامات في المؤيسة بدون ما يكتب أي خامة مرتين يبقى أنا قدر أخد خامات الدهان من الأسعار اللي موجودة في وراءة الأسئلة لأنه عمره ما هيجب لي سعر الخامة مرتين هلما أرجع للأسعار هلاقي إنه هو بيديني أسعار كم خامة؟ ثلاثة يبقى أنا كده أجبتي صحة هما ثلاث خامات في دهان في عشر خامات في دهان في تمانية بتتغير حسب نوع الدهان أنا عشان كده بصوا قسمناها كبيرة لكن لو كانت خامات كتير كنا هنقسمها صغيرة بلاستيك كوارتز بوليش يبقى أنا أول حاجة في خامات الدهان كتبت اسم الخامات لازم نفتكر إن الجزئية اللي فوق أول خانة أفقية فوق مقسومة تنين لازم تكون مقسومة تنين لأن هي الرأسية مقسومة لجزئيتين يعني خامات الدهان تحتها كلمة خامات الدهان الأجور تحتها عدد أيام وأجري يومي الجملة مقسومة لقرش وجنيه يبقى لازم أول خانة في الجدوى الفوق تكون مقسومة لسطرين مش سطر واحد خامات الدهان بلاستيك كوارتز بوليش طيب أول وجهة عندي وجه بلاستيك هل ده داخل في تركيبه بلاستيك وكوارتز وبوليش؟ لا طبعا أمال داخل في تركيبه إيه؟ داخل في تركيبه البلاستيك بس أولا إزاي بجيب كمية البلاستيك في أول خطوة؟ بضرب الكمية من الجدول الكمية اللي أنا حلاها الكمية اللي في الجدول اللي أنا حلاها في إيه؟ في النسبة جوه الخطوة من جدول المعدلات تعالوا نشوف كده تطبيق أنا عندي النهاردة إيه؟ أول خطوة وجهة بلاستيك مكون من إيه؟ 65 من مية حد يقول يا ميس دي 650 من ألف هي هي 65 من مية بلاستيك زائد 35 من مية مية طب ليه جايبها لي بالألف بيلغبطني؟ لا عشان أنا بشتغل بالكيلو والكيلو في ألف جرام لما كنت بشتغل بالسانتي والمتر فيه 100 سانتي كان بيديني رقمين بعد العلامة هنا عشان أنا بشتغل بالكيلو والجرام وكيلو في ألف جرام بيديني ثلاث أرقام بعد العلامة هنا عندي 65 من مية يعني 650 جرام بلاستيك 350 جرام مية الكمية عندي كام 75 كيلو 75 كيلو في 650 من مية يطلع لي كام 48 و 75 من مية يعني الـ 75 كيلو دول مش كلهم بلاستيك أمال فيهم بلاستيك قد إيه؟ بضرب النسبة اللي في الجدول في الكمية النسبة اللي جوه الخطوة في الكمية واعمل إيه في الخنتين التانيين عشان ما تلغبطش بقفلهم بالألم الرصاص بقفلهم بالألم الرصاص هاجي هنا البطانة الكوارتز أبص في الجدول ألاقي موجود فيها إيه؟ موجود فيها كوارتز وموجود فيها مية المية ما بتتحسبش الكوارتز كام 750 من ألف هعمل إيه؟ نفس اللي أنا عملته هضرب المية وخمسين في النسبة هتطلع لي كمية الكوارتز نهاي كوارتز الخطوة كام كيلو واحد يعني إيه؟ يعني الكمية كلها هتتحط زي ما هي يبقى لو مضروب عندي العدد مش متقسم في الخطوة واحد من عشر زائد تلاتة زائد أربعة زائد خمسة لا ده بيقولي الكيلو الواحد الكيلو الواحد يبقى هضرب في واحد يبقى 300 في واحد تنزل ما هي 300 آخر خطوة عندي كيلو واحد برضو يبقى الكمية برضو هتنزل زي ما هي 50 هتنزل زي ما هي دي كمية إيه؟ نرجع كده بص للجدول أنا عندي الجدول أهو كيلو واحد بوليش يبقى الكمية دي هتنزل فين؟ تحت البوليش خد بالك خد بالك خد بالك اوعى تحط خامة تحت اسم خامة تانية أنا هنا بوليش أحط الخامة تحت البوليش بلاستيك أحطها تحت خامة البلاستيك ولكن في مكان الخطوة بتاعتها في ترتيبها الجدول ده الغلطة فيه بتضيع الدنيا لازم نحاول إن شاء الله إن احنا نركز ونجمع كل حاجة أو نحسب كل حاجة مرتين كده أنا خلصت في بعض الناس بتحل خامات الدهان وتقوم دخل على الأجور أنا ما بقيتش الطريقة دي أنا أخلص خامات الدهان نهائيا وبعد ما خلصها خالص أشتغل على الأجور ليه؟ لأن أنا هنا بضرب وفي الأجور بأسم وده ممكن يعمل لك لخبطة وهم ما لهمشوا أصلا علاقة ببعض ولا درجتهم في الامتحان لها علاقة ببعض أنت بتاخد كل خطوة بدرجتها فأنا أفضل إن أنت تخلص الخامات خالص ولما تطلع الناتج النهائي جملة الخامات تشتغل بعدها في الأجور خلينا ماشيين إحنا كده عندي 48 كيلو بلاستيك عندي كميتين كوارتز أنا هروح للراجل هطلب إيه؟ مجموعة كميتين عندي كمية بوليش يبقى جملة كل صنف بجمع كل صنف تحت بعضه رأسيا بصة نعمل لك السهمة قد إيه عشان ما تنساش بجمع الخامات تحت بعضها جمعت البلاستيك جمعت الكوارتز جمعت البوليش يبقى جملة كل صنف بجمع كل خامة تحت بعضيها بعد كده بعمل إيه؟ خانة التقريب هنا بنشتغل بالجرام والكيلو بقرب لأقرب ربع كيلو يأما ربع 250 يأما نصه 500 جرام يأما كيلو لربع 750 جرام يأما كيلو كامل والألف جرام هو واحد صحيح يبقى ما يزيد عن السبعمية وخمسين يقرب للواحد الصحيح من صفر الـ 249 يقرب لـ 250 من 251 لـ 499 يقرب للـ 500 من 501 لـ 749 يقرب إلى 750 فوق الـ 750 يقرب لكيلو واحد صحيح تعال هنا هنلاقي الأرقام بتاعتنا متقربة جهزة طب في الحالة دي أنا هعمل فيها إيه؟ هنزلها زي ما هي يعني إذن أنا مش محتاج للتقريب إلا إذا كان فعلا محتاجة المؤيسة للتقريب طب وإذا كانت مش محتاجة بعيد الأرقام تاني ونزلها زي ما هي تمن الوحدة بينقل من المؤيسة تمن الوحدة بينقل من معطيات المؤيسة مدين البلاستيك 30 الكوارتز 20 البوليش 15 هحط التلاتين تحت البلاستيك العشرين تحت الكوارتز البوليش هحط تحت منه الخمستاشر طيب تعال كده أنت طول عمرك شاطر في الرياضيات أنا عندي النهاردة محتاج 48 كيلو شوية من البلاستيك 8 كيلو 30 جنيه يبقى 8 كمية كام؟ طبعا برافو عليكم هنعمل عملية ضرب هضرب الكمية اللي هي التقريب في 8 الوحدة بكده يطلع لي كمية جملة 8 الكمية طيب بعد جملة 8 الكمية بوديه فين؟ بس نرجع للنقطة دي جملة 8 الكمية بوديه فين؟ بجمع جملة 8 الخامات أو جملة 8 الكمية أفقيا المرة دي بجمع أفقيا شايف السهم؟ ناتج أي جملة بيتحط فيه الجملة بتاعة الفلوس يبقى دي جملة 8 الخامات بحط الناتج في جملة 8 الخامات الرقم الصحيح في الجنيه والرقم اللي عليمين العلامة الكسر فيه القرش ننتقل للأجور أو العدد الأيام والأجر اليومي عدد الأيام بيسوي إيه؟ المساحة على معدل الإنتاج اليومي الاتنين دول موجودين فين؟ الاتنين موجودين في المعيسة هنا عندي شايف معدل الإنتاج اليومي؟ 150 35 35 70 المساحة سبتة ومعدل الإنتاج متغير أول خطوة بأسم التلتمية على المية وخمسين يطلع اليومين تاني خطوة ببتدي أأسم على الخمسة وثلاثين تعال هنا طلع لي إيه؟ طلع لي تمانية وكسر إذا الكسر أكبر من النص بقربه اليوم صحيح إذا أقل من النص بخليه نص يوم يبقى التقريب هنا لأقرب نص يوم طبعا طالما الخطوة دي طلعت 9 اللي بعدها زيها 300 على 35 برضو هتطلع 9 آخر حاجة 300 على السبعين هيطلع 24 أقل من النص برافو عليكم هيبقى نص كده خلصنا عدد الأيام للأربع خطوات هعمل إيه في عدد الأيام؟ برافو عليكم بجمعهم رأسيا طب الأجر اليومي بجيبه منين؟ الأجر اليومي من المؤيسة يعني أنا بجمع عدد الأيام رأسيا وبنق الأجر اليومي من المؤيسة حد بالعقل كده أنا عندي مجموع الشغل العمال دول هيشتغلوا 24 يوم ونص بياخدوا في اليوم 300 جنيه كام جملة الأجور؟ برافو عليكم هعمل عملية ضرب هضرب مجموع الأيام في الأجر اليومي طالما دي جملة الأجور يبقى هتتحط فين في الجملة الصحيح في الجنيه وما فيش فكة يبقى أنا كده خلصت جملة الأجور وخلصت جملة 8 الكمية يتبقى عندي الأعمال الأخرى لو موجودة يا بالمتر يا بالقطعة يا بالقيمة الإجمالية هو مديني إيه؟ العمودين هيتزخرفوا بتكلفة 300 جنيه للعمود الواحد أجي في الأعمال الأخرى 300 في 2 للعمودين ب600 جنيه أضرب 300 في الاتنين وحط 600 الناتج فين؟ برافو عليكم مفيش حاجة تانية يبقى أحطه فين؟ في الجملة أبتدي خلاص خلصت مؤيستي أطلع النواتج أول ناتج عندي بجمع جملة الأجور مع جملة الخمات مع الأعمال الأخرى يديني إجمالي تكاليف المؤيسة إجمالي تكاليف المؤيسة يعني دا اللي صرفته من جيبي أنا كم أول؟ طيب أنا بشتغل ببلاش؟ لا أنا بعمل حاجة اسمها الضميمة أو نسبة الأرباح لازم أحط نسبة ربح مدهاني كام؟ 30% بضرب إجمالي التكاليف بتاعتي في 30 وأسم على 100 يديني جملة التكاليف بعد كده عندي بجمع جملة التكاليف مع الضميمة فبيديني القيمة الإجمالية للمؤيسة بعد ما بطلع القيمة الإجمالية للمؤيسة لو فيه أي كسر بقربه للعدد الصحيح آخر حاجة وختام اللي أنا بعمله في المؤيسة بتاعتي إن أنا بجيب تكلفة المتر الواحد بجيب تكلفة المتر الإيه؟ الواحد طب دي بجيبها إزاي؟ يبقى أنا بعد ما جمعت التكلفة طبعت نسبة الأرباح بتاعتي جمعت الأرباح والتكلفة قربت الأقرب جنيه صحيح شلت الفكة وحطيت جنيه صحيح باخد إجمالي التكاليف بتاعتي إجمالي التكاليف بتاعتي وببتدي أحسب مساحة المتر الواحد طيب دي بتتحسب إزاي؟ إحنا كل مرة بنقسم المساحة على كذا عشان نجيب ناتج دي المرة الوحيدة اللي أنا هقسم فيها الناتج النهائي للمؤيسة على المساحة الناتج النهائي للمؤيسة على المساحة تكلفة المتر الواحد بتساوي الرقم كله اللي طلعلي في الآخر بعد التقريب على المساحة اللي هي 300 متر فده يديني التكلفة المقربة للمتر المربع حوالي 80 جنيه تقريبا تكلفة المتر يعني لما يجي العميل يسألني يقولي المساحة بتاعتي اللي أنا عملتها دي كلها كلفتني كام؟ يعني المتر واقف علي بكام؟ أقوله المتر بتاعك واقف بـ 80 جنيه تقريبا بكده إحنا نكون أنهينا المراجعة بتاعتنا رجعنا مؤيسة كاملة ومسطحات وتسميني المؤيسة بتاعتنا إن شاء الله مش هتختلف كتير عن المؤيسة اللي احنا خدناها عايزين نركز إن شاء الله بإذن الله في الحل بتاعنا عايزين دايما نكون مركزين في الأرقام نركز في الجدول التسميني عمليات الجامع وخصوصا الجامع النهائي والأرقام اللي فيها كسور نجمعها أكتر من مرة بكده إن شاء الله بإذن الله هكون متطمنة عليكم وإن شاء الله هنلتقي في حلقة تانية ليلة الامتحان أشوفكم على خير وزي ما تعودنا اجتهدنا واطمحنا هو سر نجاحنا ولكل مجتهد النصيب دمتم متفوقين شكرا